موسيقى موجز لأهم الأنباء من قناة الموصلية أهلا بكم أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن أمام العراق تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة بعيدا عن التزوير والتلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت وقال إن هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم فلا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة ولن تستقيم أوضاع البلاد من دون أن يكون شعبه سيد نفسه بعيدا عن أي وصاية أو تدخل خارجي وأكد أن العراق المستقل صاحب السيدة الكاملة هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور وهو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات ولا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على أحد توقع النائب عن محافظة ديالة عبدالخالق العزاوي تشكيل تحلفين للقوى السياسية السنية ما بعد الانتخابات النيابية المبكرة مبينا أن التشتت في الأصوات لن يصب في صالح المحافظات المحررة وقال أن القوى السنية ستدخل في قوائم متعددة في الانتخابات إلا أنها في نهاية المطاف ستعود لتحالفاتها السياسية المعتادة وأضاف أن تحالف القوى العراقية سيعود برئاسة محمد الحلبوسي فيما سيكون هناك تحالف آخر قد يكون برئاسة رئيس المشروع العربي خميس الخنجر وأشار إلى أن أهم ما يميز المشروع الانتخابي المقبل للقوى السياسية هو إعادة سلطة القانون والسيطرة على السلاح المنفلت وإعادة إعمار المناطق المحررة وإعادة النزحين وغلق المخيمات أصدرت قيادة العمليات المشتركة تنويها لطلعات جوية وضربات متفعية استعدادا لعيد الجيش المصد في يوم غد سادس من كنون الثاني وقالت أنه في إطار الاستعدادات التي تجريها قواتنا المسلحة للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي تود قيادة العمليات المشتركة تبين للمواطنين الكرام أن قطعاتها المعنية ستقوم بإطلاق 21 إطلاقة متفع وأضافت أن هذه الإطلاقات تأتي كجزء من تمرينات وتدريبات تجريها التشكيلات العسكرية لإظهار الاحتفالات بما يليق بجيشنا المقدام كما سيرافق ذلك قيام القوة الجوية وطائران الجيش بعروضا جوية من ضمن هذه الاستعدادات أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة في منفذ ميناء أم قصر الواقع بمحافظة البصرة قالت أنه تم ضبط حاوية كبيرة مخبأة على متنها طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستراد وضبطت الحاوية خارج الحرم الجمركي في بوابة البصرة بالميناء وذلك بعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود طائرات المعدة للتهريب والمخبأة خلف البضاعة المسرح بها وأفادت بأنه تم إحالة المضبطات إلى مركز شرطة الجمارك تمهدا لعرضها على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءة القانونية اللازمة بحقها أكد مصدر مطالع عن الولايات المتحدة مددت لثلاثة أشهر إضافية الأعفاء الممنوحة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال التقى مما سيتيح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران وقال إن هذا الإعفاء الجديد الأطول أمدا من سائر الإعفاءات السابقة هو ثمرة مناقشات طويلة غير أنه لن يحل مشاكل بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء أصدر هشام داود مستشار رئيس الحكومة لشؤون الحوار الوطني توضيحا بشأن تصريحات له عن قائد فيلق القدس الإيراني سابق قاسم سليماني وقال ظهرت في وسائل الأعلام مقابلة تلفزيونية لي وعرفت فيها كمستشار لرئيس الوزراء وأضاف أن المقابلة كانت في نطاق فيلم تسجلي بذو طابع تاريخي وأنها جرت قبل أكثر من شهرين من بثها وتحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباره باحثا وأكاديميا مختصا في الشأن العراقي ولما تحدث بصفة رسمية وأشار إلى أن ما ورد في حديثه ينطلق من كونه باحثا استقى معلوماته من أبثاح أو أبحاث أجرها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية وأكد التزامه بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي وثوابتها وأن أي لبس أو سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا وظهر داود في مقابلة تلفزيونية وهو يتحدث عن قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وعن زيارته ودوره في العراق وقال أن سليماني كان يعتقد أنه مسؤول عن العراق لا منسق بينه وبين إيران وكان يدخل ويخرج متى ما يشاء والحكومة العراقية فرضت على قائد أن يدخل بفيزا وينشر خبر وصوله في الصحافة أكد رئيس كتلة البيارق محمد الخالدي أن البرلمان مختلف على أكثر من عشرين فقرة خلافية في الموازنة العامة للعام الحالي وأضف أن المالية النيابية ستكمل خلال أسبوعين دراسة الموازنة وستجري تقريصا بنحو 30% من المخصصات التشغيلية ضمن إجراءات التقشف وأشار إلى أن البرلمان سيمرر الموازنة منتصف الشهر المقبل بعد إجراء سلسلة من المفاوضات مع أقليم كردستان الذي لم يتفق حتى الآن مع بغداد بشأن نسبة الإقليم في الموازنة وحجم النفط المسلم من إربيل وكذلك توزيع المبالغ الاستثمارية أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر أن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية في حكومة الإقليم بخصوص إيقاف الرواتب غير القانونية لا تساوي شيئا أمام حجم الفساد الكبير وقال أن هناك الألاف من الفضائيين ومن الحزبيين الذين يتسلمون رواتبا بشكل قانوني وما يتم إعلانه لا يسوي شيئا أمام الكم الكبير من عمليات الفساد التي تقوم بها حكومة الإقليم وأحزاب السلطة وأضاف أن هذه البيانات هي مجرد إعلام في محاولة لإسكاة صوت المواطنين الذين يطالبون بكشف المستورد وإيقاف هدر الأموال وصرف الرواتب المتأخرة وهناك تغطية على عملية الفساد المشتركة بين أحزاب السلطة أعلنت وزارة المالية إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني وقالت الوزارة في بيان أن المالية وزعت أو أوزعت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني من العام 2021 أعلنت مديرية شرطة الغبات والبيئة في محافظة السليمانية عن إحصائية للنشاطات والفاعليات لمنتسبي المديرية في العام 2020 وقال مدير أعلام المديرية العميد هيمن كامرخان أفندي أن المديرية القتل قبضة على 536 شخصاً على خلفية صيد طيور وحيوانات جبلية أسماك تجاوز وقطع أشجار وإشعال للنار مشيراً إلى ضبط المئات من الأسلحة بحوزتهم من أنواع بنادق الصيد وكل الشبكوف ومسدسات ونوها إلى قطع قرابة 14 ألف شجرة بإعمار مختلفة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية خلال العام الماضي تنعقد اليوم القمة الخليجية الـ 41 في مدينة العلا شمال غرب السعودية بعد الإعلان عن نجاح جهود المصالحة الخليجية وبتء رفع الحصار المفروض على دولة قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني لدى وصوله المملكة لحضور القمة الخليجية يتذلك أخذت توصل السعودية وقطر الاتفاق على استناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الحدود البرية والبحرية وصد توقعات بالإعلان خلال قمة اليوم عن إنهاء الخلاف المستمر منذ عام 2017 بين الدوحاء وجيرانها عقدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة زيفاني ويليامز الاشتماع الأول اللجنة الاستشارية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مهام اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها وخلال الجلسة التي جرت عبر الاتصال المرئي أكدت ويليامز أن اللجنة ستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول ألية اختيار السلطة التنفيذية وإجراءة تسمية أعضائها وتقديم توصيات بشان عملية الترشيح وبناء التوفقات بين أعضاء الملتقى كما أكدت أن هناك دعما واضحا من المجتمع الدولي مؤيد للسلام في ليبيا وأنه يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلا قالت وزارة الرئي والموارد المائية السودانية في بيان أنه استنادا على مخرجات الاجتماع الوزري التلاثي بين السودان ومصر وأثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين لكن لم يتلقى سودان ردا على طلبه وبدلا من ذلك تسلم دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر مما دافع سودان للتحفظ على المشاركة في الاجتماع وأوضحت الوزارة أنها اتخذت هذا الموقف تأكيدا لموقف الخرطوم الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون السياسية عباس عراقجي من أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد على أي اعتداء وأن ردها سيكون واسعا وشاملا وقال أن كل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة تحت مجهر القوات المسلحة الإيرانية وأضاف أن بلاده ترفض منطقة التفاوض على اتفاق نووي جديد ولن تتفاوض مع أحد بشأن منظومتها الصاروخية وأكد أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لا يعني موتى الاتفاق النووي من جهتها من جهتها قالت الخارجية الأمريكية أن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% من منشأة فرود محاولة ابتزاز جديدة واضحة ومصيرها الفشل نهاية الموجز مشاهدين شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة